هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة كتاب التربية الإسلامية للصف السادس الجزء الثاني الدرس الثاني عشر صفحة 42 حتى 45 الحساب يوم القيامة أفهم وأحفظ حديث نبوي شريف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيسأل الإنسان يوم القيامة عن أعماله في الحياة الدنيا ويحاسبه عليها وقد أجملها في الحديث الشريف الآتي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدماء عبد يوم القيامة فيما تعني لا ينتقل من أرض المحشر فيما أفناه تعني أي الأمور التي قضى فيها حياته حتى مات فيما أبلاه تعني أي الأمور التي استخدم جسمه فيها حتى أصبح هرما التعريف براوي الحديث أبو بردة الأسلمي صحابي جليل اسمه نضلط بن عبيد الأسلمي كان يكثر من إطعام الفقراء والمساكين وقد شارك في يوم خيبر وفتح مكة ويوم حنين وفي فتح خراسان وتوفي فيها سنة خمسة وستين للهجرة تضمن الحديث الشريف ما يأتي الأمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة وتنقسم إلى أربع أفرع الفرع الأول عمره والفرع الثاني علمه أما الفرع الثالث فهو ماله والفرع الرابع جسمه عمر الإنسان الوقت نعمة عظيمة أنعم الله به علينا فيجب أن نكتنمه في العمل الصالح الذي ينفعنا في الدنيا فنرتقي بمجتمعاتنا وننارض الله عز وجل في الآخرة لأنه سيسألنا عنه يوم القيامة وسيسألنا عن هذه الأوقات هل أنضيناها في طاعته وهل عملنا خيرا لأنفسنا وأهلنا ومجتمعنا وهل اجتنبنا ما نهانا الله تعالى عنه وفي هذا تنبيه للمسلم أن يعرف قيمة الوقت لكي يستغله في طاعة الله تعالى ولا يضيعه فيما يضره ولا ينفع مجتمعه إضاءة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم سورة الزلزل الآيتان السابعة والثامنة أتأمل للوقت ارتباط بعمر الإنسان وعمله أتأمل الساعة الرملية وأستنتج منها أهمية الوقت لدينا صورة لساعة رملية الجزء العلوي في الرمل أكثر من الجزء السفلي وطبعا يستمر نزول الرمل إلى الجزء السفلي علم الإنسان للعلم أهمية عظيمة في حياتنا فهو يدفعنا إلى العمل لإعمار الأرض فعلينا أن نعمل ما ينفعنا وينفع الناس لأن الله تعالى سائلنا يوم القيامة عن علمنا ماذا عملنا فيه إضاءة أجر العالم لا ينقطع بموته لأن الناس ينتفعون بما ترك من علوم قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان من قطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في صحيحه مال الإنسان المال نعمة من الله تعالى أمرنا أن نكتسبه بالعمل الحلال كالتجارة والزراعة والحرف والطب والهندسة وسائر العلوم وأن ننفقه في وجوه الخير وحرم علينا اكتسابه بطرق محرمة كالسرقة والرشوة أو أن ننفقه في معصية الله تعالى لأن الله تعالى سيسألنا ينه يوم القيامة من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه جسم الإنسان أنعم الله تعالى علينا بالصحة والعافية وأمرنا بالمحافظة على إجسامنا وأن نستخدم جوارحنا في طاعته وفي أعمال الخير وأن نبتعد عن المعاصي أو الحق الضرر بالناس فالله تعالى سائلنا يوم القيامة عن هذا الجسم فيما استخدمناه أفي الخير أم في الشر وستنطق جوارحنا في هذا اليوم بما كنا نعمل في الدنيا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سورة النور الآية الرابعة والعشرين أستنتج كيف أستخدم الأعضاء الآتية في طاعة الله أولا الأذن ثانيا العين ثالثا اللسان رابعا اليد بعد فهمي للحديث النبوي الشريف أحرص في حياتي على أن أولا أقدر قيمة وقتي فأستغله في طاعة الله تعالى ثانيا أعمل بعلمي وأنفع به نفسي وأنفع الآخرين ولدينا فراغان الثالث والرابع سوف تملؤونهم أختبر معلوماتي أولا أكمل العبارة الآتية الأمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة هي عمره وفراغ وماله وفراغ ثانيا أنقلوا الكلمات الآتية من الصندوق وأضعها أمام معناها الصحيح لدينا صندوق يحتوي على كلمتين فيما أفناه وفيما أبلاه ألف فراغ وهذا هي تعني أي الأمور التي استخدم جسمه فيها حتى أصبح هريما هل هي فيما أفناه أم فيما أبلاه با فراغ أي الأمور التي قضى فيها حياته هل هي فيما أفناه أم فيما أبلاه ثالثا أملأ الجدول الآتي لدينا الجدول مكون من عمودين وصطرين العمود الأول يحتوي من الطرق المشروعة لكسب المال والعمود الثاني من الطرق غير المشروعة لكسب المال سوف نضع طريقتين من الطرق المشروعة لكسب المال تحت الطرق المشروعة لكسب المال ونعد طريقتين ذي المشروعات لكسب المال رابعا ما واجب الإنسان اتجاه نعمة الجسد التي أنعم الله تعالى بها عليه خامسا أضع كلمة صحيح أمام العبارة الصحيحة وكلمة الخطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي ألف وقت الإنسان ملك له يقضيه كيف يشاء با يعمل الإنسان بعلمه لأنه مسؤول عنه يوم القيامة جيم ينفق المسلم ماله كيف يشاء وفيما يريد سادسا أقرأ الحديث الشريف غيبا انتهينا